بالرشاوة والمحسوبية أدخمت مؤسسات الدولة بوظائف غير مخطط لها أتعبت القطاع العام وأصابت القطاع الوظيفي بالترهل حتى بات العراق من أكثر دول العالم بنسبة عدد الموظفين إلى الدوائر الحكومية شهد عدد موظفي الدولة في العراق تزايدا واضحا في معدلاته في عداده خلال العشرين سنة الأخيرة بسبب سياسات التوظيف التي اتجهت لها السياسة التنموية في البلاد وبالنتيجة اليوم نتحدث عن عدد موظفي الدولة يقترب من 3 ملايين أو 4 ملايين موظف عراقي تقارير دولية تؤكد أن الفساد الذي تحول إلى ترهل وظيفي عبر أنظمة إدارية متخلفة وغياب الحوكم الرقمية فاقم من معاناة العراقيين في إكمال معاملاتهم في الدوائر الحكومية الاعتماد الكلي اليوم على التوظيف داخل مؤسسات الدولة هذا أيضا شكل ترهل كبير في المؤسسات وأصبح الموظف كسول غير منتج المؤسسات أيضا غير منتجة الشركات التابعة للمؤسسات دائما شركات خاسرة غير منتجة الأسباب كثيرة القطاع الحكومي هو الأكثر ضغطا على موازنة الدولة والتي تذهب بجملتها لتسديد رواتب الموظفين دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصرفات العالية نعتقد أن هذا العدد الكبير من الموظفي العراقيين وفق أجواء الترهل الوظيفي أحدثت تداعيات كبيرة على مستوى الاقتصاد والمجتمع وسوء الخدمات وضعف الانتاج بشكل كبير نعتقد أن التعين كان أو التوظيف كان بموجب حسابات سياسية حزبية وربما عشارية ظاهرة الفساد المتفشية في العراق ناجمة بالأساس عن ضعف التنظيم الإداري وتعثر العمليات الإدارية والمساومات السياسية على حساب حقوق الشعب العراقي في الاستفادة من موازنة الدولة